دقة ساعة العمل خلاص بنتكلم في العد التنازلي لمباراة القمة بين الزمالك والأهل مباراة مباراة نادي الزمالك هو القرع أصفرت أن الزمالك هو صاحب الملعب فهنبدأ بالتأكيد باسم نادي الزمالك المهنية بتقتدي ذلك فبالتأكيد هي مباراة بين الزمالك والأهل في نهاء كأس مصب المنازمة الأمر ده يبقى ليه علاقة بمين صاحب المباراة لأن الأمر بيروح لسكة من اللي بيرتدي الزي الأساسي ومن بيرتدي الزي الاحتياطي العمر ده بالتأكد هتشوفوه خلال الأيام اللي جاية لما بيحصل اجتماع فني في المملكة العربية السعودية فور وصول الفريقين النهاردة الزي ملك سافر على فكرة والنادي الأهلي بإذن الله هيسافر يوم الأربع الساعة عشر صباحا ولكن غالباً هيكون في اجتماع فني يوم الخميس عشان تحديد كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بيعني توقيت توجه الفريقين إلى أرضية الملعب الأمور المتعلقة بالمؤتمرات الصحفية إزي الأساسي والاحتياطي لكل فريق صاحب الملعب هيكون نادي الزمالك فهي يرتدي إزي الأساسي ليه أبيض فأبيض إلا لو هو اختار أزرق أو لون تاني دي ترجع طبعاً لفريق نادي الزمالك النادي الأهلي طبعاً لو ذاك لبس أبيض فأبيض فلا لا يربس غالباً شرط أحمر مع تي شيرت الأحمر يعني عشان مسألة تداخل الألوانات ودي كلها أمور إدارية بنبعرفينها حتى بنشوفها في البطولات الإفريقية أو حتى البطولات الدولية نهارده ضقت ساعة العمل النهارده أول تدريب للفريق بعد الراحة السلبية اللي منحها بالأمس مرسي الكولر لللاعبين بعد نهاية مشوار دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكلام الكتير على اللاعبين والإصابات والقايمة ومين مسافر ومين مش مسافر أنا شايفها رايحة في سكة ناس بتتكلم بنسبة 80-90% على الأهلي ونسبة لا تتخطر 10% عن نادي الزمالك في حين في حين إن الأهلي لسه هيسافر للأربع فلسه عنده ما لا يقل عن تدريبتين في الأيام اللي جاية الزمالك سافر وأعلن قيمته بحوالي 23 لاعب ولكن لغاية اللحظة دي ما شفتش حد ناقش أو تكلم من صفقات الزمالك اللي انضم في انتقالات يناير موجود مع الفريق أو مش موجود كم واحد غايب عن نادي الزمالك في هذا اللقاء محدش بيتطرق خالص للنقاط دي ولكن من قبل المطشب أسبوع العنوين الرئيسية سواء في المواقع أو حتى في البرامج وإن كانت البرامج أكتر يقول لك قهربة لن يتواجد مع الأهلي في السعودية طب انت عارف كولر بيفقر إزاي هل عندك معلومة كولر سلم الجهاز الإداري قيمة الفريق اللي هيتم تسكنها في فنده الإقامة مين مع مين هل عندك فكرة هل كولر ممكن يختار عدد أكبر من العدد اللي ممكن يلعب بيه في المباراة ما هي قيمة المباراة 20 للاعب 11 أساسي وتسعة الدكة وعتعمل خمس تبديلات فأنت بالتالي هتلعب أو تخط قيمة رئيسية 20 للاعب هل عتسافر بالعشرين ولا ممكن يسافر بالخمسة عشرين ستة عشرين ولا ممكن يسافر بكل اللاعبين لأن في النهاية هيبقى فيه تتويج بإذن الله فلازم الكل يكون موجود سواء سليم أو حتى مصاب كل المعلومات دي مش متوفرة للناس لأن محدش ألها بشكل رسمي والتدريبات لسه مستمرة وكمان جهزية عدد من اللاعبة لسه مش مؤكدة حتى هذه اللحظة ولكن دايماً التركيز بيروح للأهل بنسبة تتخطى التسعين في المية ما علينا مش عايز أقول ده أمر ليه علاقة اسم الأهل كبير اسم الأهل ترند اسم الأهل بيع برغة الصحافة كده لما بنقولها من زمان اسم الأهل في أي عنوان بيجذب القارئ أنه هو يخش ويشوف ويقرأ بيبقى فيه حالة جذبة كده للقارئ للمستمع للمشاهد فأموماً ده التناول الإعلامي فيه التوقيت الحالي